شهدت الكلية العسكرية في الآونة الأخيرة نقلات نوعية مميزة وبجهود حثيثة من قبل القائمين عليها تمثلت بتطوير البنى التحتية وتحسين مستواها على مختلف الجوانب والاهتمام بالجانب التدريبي والتدريسي وتحديث المناهج لرفع المستوى الثقافي لطلبة الكلية العسكرية باشرت الكلية العسكرية بتهيل مطاعم الطلاب الدورة 109 صراحة أشمل هذا التأهيل هو تأهيل الجدران المطعم وكذلك أيضا تأهيل كهربائيات المطعم وأيضا صبغ الجدران بألوان من النوعية الجيدة بحيث تناسب المطاعم الطلاب الغرض هو أظهارها بشكل جيد جدا وتأهيلها من الوضع السابق وهو مثل ما ترون أمامكم لهذا المكان هو هذا المكان اللي احنا وقمين به حاليا هو تحت طور التأهيل مفارز العمل اللي شغلناها كلها بإمكانية الكلية وكوادر الكلية بحيث مشاكل مفارز عمل في كل الجوانب ونأمل خلال الفترة القادمة يكمل تأهيل هذا المكان اللي يكملناه جزء أكبر من عنده لتهيل مطاعم الدورة 109 كما أولى القائبون على الكليات العسكرية الاهتمام بالكوادر التدريبية والتدريسية وتحسين مستواهم على مختلف الأصعدة من خلال زجهم بدورات تطويرية داخلية وخارجية وجعلهم يواكبون التطور الحاصل في الكليات العسكرية العالمية للوصول إلى أعلى المستويات التدريب لهم في الرمي وزيادة ثقة للطلاب في عملية الرمي وأيضا باشرنا في هذا الوقت بتهيل المنصة الملعب الكلية العسكرية وأيضا كان لدينا بها بصمات من ناحية تهيلها بشكل جيد وتريق كمقصورة لملعب الكلية العسكرية أيضا من ضمن الإنجازات الإدارية الأخرى هو إنجاز ميدان رمي التحصيل بحيث هذا الميدان تم تهيله بشكل جيد وبناءه بالكونكريت المسلح وأيضا صبه بشكل جيد وأيضا مجاور هذا الميدان تم تهيل قاعتين قاعت بناء كمال الأسام وأيضا قاعت القتالات الخاصة وتم تجهيزها بكافة التجهيزات وإضافة إلى تهيل مقر فوج عمر عبد العزيز وتهيله لغرض استقبال الدورات اللاحقة فيما شهد الجانب الإداري تطورا ملحوظا وإتباع سياقات عسكرية تؤمن سير العمل بالشكل الصحيح فضلا عن تأهيل قاعات التدريس والطريق الرئيسي المؤدي إلى منصة التخرج وميادينها المتعددة والاهتمام بالشؤون الإدارية للطلبة ومرافقها الأخرى ترجمة نانسي قنقر